عزة فتاة مجتهدة تعمل بشركة كبرى ويعتمد عليها مدير الشركة في كل كبيرة وصغيرة ويطلعها على كل الأسرار لأنها ابنة أعز أصدقائه في أحد الأيام حكت عزة لزميلتها في العمل وصديقة الطفولة عن صفقة كبيرة للشركة مع شركة أجنبية وفجأة قرأت عزة على موقع فيسبوك خبر الصفقة على حساب زميلتها فغضبت كثيرا كما غضب المدير من عزة لأن هذه الصفقة سر من أسرار الشركة وعندما سألت عزة زميلتها لماذا فعلت هذا أنكرت ودعت أنها من دخلت على صفحتها في غيابها ونشرت الخبر فلم يكن أمام عزة إلا أن كتبت استقالتها وقدمتها لمدير الشركة وعادت إلى بيتها حزينة وعندما حكت لأمها عما حدث ابتسمت وقالت لها لعله خير فرب الخير لا يأتي إلا بالخير ظلت عزة مدة طويلة لا تكلم زميلتها ولا المدير مع أنهم اتصل بها كثيرا وأثناء جلوس عزة في بيتها حزينة شاهدت جارتهم تدخل بيتهم وتستقبلها أمها أحسن استقبال فنادت على أمها وقالت لها أليست جارتنا هذه من أساءت إليك أمام الناس واتهمتك بسرقة مصاغها فابتسمت الأم وقالت لها يا ابنتي لقد استسلمت جارتنا للشيطان في لحظة ضعف وفعلت ما فعلت ولكنها أفاقت وتابت إلى الله فكيف لا أسامحها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له في هذه اللحظة راجعت عزة نفسها وأسرعت إلى الشركة لتعتذر لمديرها وتصفح عن صديقة عمرها وما إن وصلت حتى فوجئت باستقبال المدير وزميلتها لها استقبالا حسنا وعلمت أن زميلتها اعترفت بأنها من نشرت الخبر عندما استسلمت للشيطان لحظة ضعف أملا في أخذ مكانها وأن المدير وزميلتها اتصل بها كثيرا ليعتذر لها فأخبرتهما عزة بأنها جاءت لتسامحهما دون أن تعلم بما حدث لأنها تحب أن يغفر الله لها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين